تنوعت تحضيرات دول العالم لوداع العام 2014 واستقبال العام الجديد في اليابان إشعال للبخور وقرع لأجراس أكبر معابد توكيو زوجوجي أملاً بعام جديد يجلب الرخاء والحظ في البرازيل الأجواء مختلفة وليس فقط من حيث درجات الحرارة المحتفلون تدفق بالألاف على ريو دي جانيرو يحتضن شاطئ كوبا جابانا أهم الاحتفالات باستيعابه أكثر من مليوني زائر وتقديم عرض للألعاب النارية وتبدو الفنادق منهمك باستقبال الزائرين نسبة الحجوزات في الفنادق تقدر بنحو 81% أما الفنادق خمسة نجوم فالحجوزات بها بنسبة 92% في باسدينة بولاية كاليفورنيا ينكب جيش صغير من المتطوعين القادمين من أنحاء الولايات المتحدة على العمل في مستودع عملاق لتزيين مواكب من الورود ستطفو في شوارع المدينة صبيحة أول أيام العام الجديد في الدورة 126 من عرض الورود يشارك في هذا الحدث أكثر من مائة عربة عرض زينات بالورود لتطفو في جادة كولورادو في نيويورك كراز الاحتفال التي تنزل على آلاف المحتشدين في ميدان تايمس سكوير باتت جاهزة حوالي 12 ألف كرة تضاء الليلة أعلى الميدان لتهبط على المحتفلين عندما تبلغ عقرب الساعة الرقم 12 أما فيننا فاحتفالاتها مختلفة إذ تحتفل هذه المدينة بليلة رأس السنة منذ 25 عاما بتخصيص شارع كامل للاحتفالات يقصده المحتفلون من النمسا والعالم هنا تجدون الهدايا والألعاب وبرامج ترفيهية ورقصا وغناء برنامج العروض يستمر 12 ساعة ويختتم عند منتصف الليل بالألعاب النارية سوحة زين الدين بي بي سي